وينش وعبد المنعم وغيابهم عن المباراة المقبلة فبالتالي جهاز الفني منتخب مصر اجتماع مباراة بعد المباراة وقرر ان هو يستدعي اولا علي جبر طبعا نجم التفاعة بيرامدز ونجم التفاعة منتخبنا الوطني اللي هو سابق وانا في الحقيقة من الناس اللي كنت متحيز جدا جدا لاستدعاء علي جبر من الاول ليه؟ لان علي انا يعني بحب اتابع المتشاط دايما الفترة اللي فاتت من فترة كبيرة شوية كان مستوى قل قوي بس الفترة الاخيرة دي المستوى ارتفع جدا جدا فبالتالي واحد مستوى ارتفع وماشي بشكل كويس بالاضافة اللي عنده خبرات كبيرة جدا بصراحة مع المنتخب وشوفنا علي جبر مع احمد حجازي في كاس الوامة وفرقية 2017 اللي اتنين من افضل اللعبة في البطولة وبالتالي كمان اللي اتنين احترفوا في وست برومتش ألبيون اوه ما لعبش مباريات بشكل اساسي مع وست برومتش في الدورة انجليزي لكن لعيب اللي عين كانت عليه فخبرات كمان غير كده عنصر الطول عنده مميز جدا بالاضافة انه هو بيعرف يستخدم دماغه كوي سواء في الكور او الهجمات اللي تكون علينا كجانب دفاعي بيقوم بيه بطبيعة دور او حتى في الكورات السابتة اللي لنا ممكن نستغله بشكل او باخر فبالتالي استدعى علي جبره مميز جدا كمان الجهاز الفني وده قرار مميز برضو انه هو استدعى رمي ربيع اللاعب عنده خبرات دولية اللاعب مع منتخبنا كتير فبالتالي امكانيات مميزة ثقة كبيرة فاكيد حيكون اضافة برضو لمنتخبنا مع اللي موجودين سواء بقى ايمن اشرف ياسر ابراهيم محمود علاء فبالتالي كلها امتع دعمات جيدة بالنسبة لدفاع منتخب وده امر غاية في الاهمية في كل احوال كل التوفيق لمنتخب مصر في ظهرك يا رجال في ظهر الجهاز الفني من دعمكم كل الدعم ان شاء الله بإذن الله هتفرحونا من خلال يوم الثلاث واسقين فيكم كل الثقة وكل الدعم والمساندة لكم تعالوا نبص